شباب اليوم أبوصي كام وصيّة شباب اليوم أبوصي كام وصيّة ولا ديناً ولا ديناً بغير أسلاحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج درس لازلنا نتواجد معكم في جامع بولقبيب في قلب الدوحة العاصمة القطرية لازلنا مع الشيخ ثابت القحطاني يتحفنا في تقريره الجديد عن علم التجويد ويتابع حديثه في الحلقة السابقة كونوا معنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مرحباً وأهلاً بكم يا أحباب لا شك أن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل تلاوت هذا القرآن العظيم قراءة القرآن إذا كان فرض عين على كل إنسان فيجب على القارئ يا أحباب أن يجتهد في إصلاح قراءته وأن يجتهد في صون لسانه من الخطأ لسيما اللحن الجليء الذي هو تغيير لمعنى الكلمة لأن بعض الناس قد يبدل حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة مثالها كأن يقرأ أحدهم في الصلاة في صورة الفاتحة والفاتحة يا أحباب يركن من أركان الصلاة كان يقول أنعمت بدل أنعمت فهذا ذكر أهل العلم أن ذلك مبطل للصلاة فيجب على الإنسان أن يجتهد ويخبرني أحد الأخوة يعني من الحفاظ يقول قرأ علي رجل اجتهد من عنده من غير أن يلتحق بحلقة فكان يقرأ من صورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه فقال يا أخي أنت أخطيت كيف يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وهذه هي القراءة الصحيفة فوصيتي يا أحباب لمن أراد أن يقرأ القرآن أولا يجب عليه تصحيح النطق وضبط الكلمات القرآنية أنا أذكر أنه جاء عند الطبراني أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ رجل القرآن فوصل إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء فقرأ الفقراء مرسل من غير مد فأوقفه ابن مسعود وأنكر عليه انتبه يا أحباب أنكر عليه ثم قرأها ابن مسعود وقال إنما الصدقات للفقراء فمد فإنكار ابن مسعود هذا يدل على أن قراءة القرآن بالتجويد لا شك أنه واجب فهذه وصيتي يا أحباب أن الإنسان قبل أن يبدأ ويشتهد من عند نفسه لا بد أن يلتحق بحلقة من حلقات القرآن وأن يتعلم القرآن بالتلقي يسمعه من شيخ يسمعه من عالم من مدرس الشاهد أنه يجلس ويسمع ويتعلم وفي ختام هذا المجلس أحب يا أحباب وفي هذا التقرير أحب أن أزف إليكم بشارة جميلة أهداكم إياها حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الله أكبر هذه بشرى لمن جود القرآن بشرى لمن حفظ القرآن بشرى لمن كان ماهرا في كتاب الله عز وجل قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة السفرة كما ذكر أهل العلم هم الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه جل في علاه لهداية الخلق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقرأ القرآن ويقيم حدوده وأسأله جل في علاها يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وحزاننا وأسأله سبحانه ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله نرحب بالمشايخ اللي معانا في هذه الحلقة نرحب أولا بفضيلة الشيخ يوسف عشير شيخ يوسف أهلا وسهلا أهلين بك يا مرحبا كما نرحب بفضيلة الشيخ محمد يحيى الشيخ محمد يا مرحب أبوك يا مسلم يا أهلا بك الله أعطيك العافية طبعا المشاهدين الكرام دخلنا في العشر الأواخر من هذا الشهر آخر عشر تيام طبعا لها ميزة خاصة وفيها ليلة عظيمة نترك المجال المشايخ يحدثوننا يعني كلام بسيط حول هذه العشر تفضل الشيخ يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنواله كما ذكرت أنت في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص في هذه الليالي على ثلاثة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزاره وكنايتا عن اعتزاله ينساء عليه الصلاة والسلام وكان يعتكف أيضا صلى الله عليه وسلم في المسجد والأمر الثاني قال أحيا ليله فكان ما ينم لليل شيء عليه الصلاة والسلام يعني في هذه العشر بالذات ما ينم لليل شيء يحيي الليل كله يعني كان يضاعف المجهود كان يضاعف المجهود عليه الصلاة والسلام والشيء الثالث كان يوقضوا أهل عليه الصلاة والسلام يعني إذا ناموا يعني يرتاحون ثم يوقضهم عليه الصلاة والسلام حتى يصلين في بيوتهن ويرسلون إلىهن من يوقضهن وإلى ذلك الليالي هذه نحن عندنا يوم وليلة اليوم اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليلة عندنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر خير الليالي من الليالي الدنيا كلها هي الليالي العشر الأواخر من رمضان وخيروا الأيام هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة اللي فيها يوم النحر ويوم الحج الأكبر وفيها يوم عرفة وفيها ما يذلك فلازم أن نحن نستغل هذه الليالي لأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله نفحات نفحات من الرحمة فتعرضوا نفحات الله فترجى النفحات هي مثل هذه الأوقات الله يزاك خير يا شيخ يوسف مشاهدين الكرام سنكمل حديثنا بإذن الله في نهاية الحلقة عن هذه العشر الأواخر وفضيلتها وأهميتها دعونا الآن نستمع لأولى المشاركات في هذه الحلقة نستمع لتلاوة الطالب عبدالله بلال الأنصاري تفضلي عبدالله حعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي ذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزغا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود أصحاب الرس أكره عدل وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حسبك أحسن تبارك الله فيك يا عبد الله ونفع بك قراءة ما شاء الله نساء الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يزيدك من فضله انتبه على القلقلة نحن عندنا في سورة قاف وآخر الآي أغلبها قلقلة باء و جيم و دال و قاف يعني ما يصير أقول قاف والقرآن المجيد والمجيد المجيد في قلقلة فلازم تنتبه على القلقلة أن نكتيبها صحيحة شين شيء أش مش شيء 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 أش خل النفس يجري لا يطلع لأنه يتفشه يسمونه الشين في صفة يسمونه التفشي أش زين عندنا رزقا ما يصير أقول رزغا أو رزقا أقريبة حق الغين رزقا قاف أق 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 و عندك أفعينا تنتبه لها عندنا يا أين أفعينا ما يصير أقول أفعينا أفعينا صارت يا أوحدة فتنتبه لها والله سبحانه وتعالى ينفع بك بارك الله فيك انتقلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة واستفت من الحكم من الإقلية و إن شاء الله انتقل إلى المرحلة نهائية بعدما استمعنا للمشارك الأول في هذه الحلقة دعونا نستمع لمشارك آخر ألا وهو الطالب أحمد سلطان البدر تفضل أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم ما هم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغنب وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين حسبك الله يبارك فيك على القراءة الطيبة والأداء الحسن بعض الملاحظات البسيطة سوف تستفيد منها وستفيد منها للمشاهدين العين في للعابدين حاول أجيبهم مخرجها على أساس ما تكون قريب من الهمزة نتقول للعابدين للعابدين حاول أنك تروح حق مخرج العين اللي هو يكون في وسط الحلق طيب الثانية الكفل إذا وقفت عليها الآن نتقى عندنا ساكنين الفاء ساكنة واللام ساكنة فلازم نتبين الحرفين تمام الكفل طلع الفاء يجري فيها الهمس ويجري فيها الصوت ها نعطيها صفتها على أساس نطلع اللام وآخر ملاحظة له كلها حاول تجيب الهاء تطلعها من مخرجها له لأنه تضيع منك ويد في خاصة في هذه الكلمة له فحاول أنك تجيبها من مخرجها له عساس نسمع صوت الهاء والباقي كلها تمام والله يعطيك العافية ويبارك فيك وما قصرت تهالت من المرحلة السابقة اللي كانت تصوياتها قدرت أعدل الملاحظات اللي كانت اللي كان الشيخ معطيني إياها وبحمد الله اتهلت وإن شاء الله أتهل المرحلة النوية أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين كما وعدناكم في بداية هذه الحلقة أن نكمل حديثنا حول فضل العشر الأواخر وما لها من مرتبة ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث مع فضيلة الشيخ محمد يحيت فضل الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه كان يعتكف في المسجد طيب ليش يعتكف في المسجد على أساس ما تفوتها الصلوات على الأساس ما تفوتها الصلوات على الألانة الموجودة الموجودة تسمع لذلك تسمع بتقوم بتصلي تمام؟ على أساس ما يفوتها قيام الليل في ناس ما يعتكفين معاك تشوفه فلان قام بتتشجع تروح تصلي معه ليش هو يصلي أنا ما صلي طيب تبي تسول مثلا تشوف واحد قاد يقرأ قرآن يقول لك لا ما بيانا هذا فلان يسبقني بالفضل أنا لازم أسبقه طبعا أيام مسابقة فيها مسارعة على الخيرات فتحصلها يروح يقرأ قرآن فهذا هو الهدف من الاعتكاف ليس بأن الواحد يروح ينام عن الصلوات ولا بعضهم يصلي قيام الليل ويترك صلاة الفجر والظهر وكذا تروح عليه على أساس أنه نايم يعني أتى بالنافلة وترك الفريضة لا يأتي بالفريضة ثم يأتي بالنافلة بعدها الله يزاك يا شيخ محمد شيخ يوسف عندك يضافة على هذا الموضوع أنا قضية الاكثار من قراءة القرآن نحن يمكن في حلقات التصفيات الأولى تكلمنا عن قضية أن هل نكثر من القراءة ولا نقرأ بتدبر نحن نقول في عندنا مواسم يعني لازم قد ما تقدر تحصد فيها جدامك ثمر يعني جدامك أشياء جاهزة يعني الله سبحانه وتعالى جهزها لك فلازم تحصدها أنا أقول الاستزادة خير يعني الحرص على أن الواحد يقرأ قراءة مفهومة يعني مش قراءة هذرمه يعني ما يفهموش يقول لا يقرأ قراءة سريعة مفهومة ويحاول قد ما يقدر أن يقرأ من القرآن يعني أكثر وأكثر لأن نسوع السلام قال لأن الحسنة بعشرة مثالها إلى سبعين ضيف والله يضعف لمن يشاء فما ظالك إذا كانت فيها الليالي المباركة فنقول القرآن إذا ما استزدنا من القرآن فيها الليالي متى نستزيد الله يزاك خير شيخ يوسف مشاهدينا الكرام نحن الآن في بداية هذه العشر الأواخر وهي آخر عشرة أيام وآخر عشرة ليالي في هذا الشهر المبارك لمن قصر في بداية هذا الشهر اغتنم الفرصة الباقية بادر وقرأ القرآن بادر واجتهد في صيامك وقيامك في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم ابقوا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم بوصي كام وصي اشتركوا في القناة كتاب الله اذا مزلنا اتنا بيا فلا توفيق يا جيدان لدينا ولا دينا بغير أصلحنا ترجمة نانسي قنقر